بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عزيزي طلباء السلام عليكم نواصل مع حلول تمرين الاستمرارية مبارهة تقيم متوسطة اليوم في هذا الفيديو التاسع بإذن الله رح نحل مع بعض التمرين رقم 52 الموجود بكتاب مدرسي صفحة 30 يعني كتاب مدرسي للشعب العلمية ويمكن كذلك لمسموح لشعبة تسير اقتصاد يتبعوا الفيديو هذا عادي جدا ها هو التمرين رقم 52 F هي الدل المعرفة على R كما يلي FDX تسوي 3X مكعب نقص 2X نقص 1 على 4 يعني كثير حدود إذن معرفة على R أولا المطلوب من حساب F لواحد F لسفر F لناقص نصف F لناقص 1 وثانيا استنتاج أن المعادلة F لسفر تقبل على الأقل ثلاثة حلول في المجال نقص 1 وواحد إذن نبدأ بسؤال أول وهو حساب نبدأ بF لواحد إذن وين كاين X نحطه واحد إذن ثلاثة في واحد ثلاثة نقص الاثناني فالواحد نقص واحد على أربعة يعني وين كاين X حطينا واحد هذا المكان صح إذن تسوي ثلاثة نقص اثناني يعني واحد واحد نقص أربعة أي إن واحد المقامات تلنا يعني هنا تلنا ربعة نقص واحد إذن ثلاثة على أربعة هذا F لوحد نحسبه الآن F لسفر F لسفر بالطبع F لسفر هذا كامل يروح للزوج لأنه فيما كان الـ X راح نحطه صفر صفر إذن واش تبقى أنه تبقى أنه نقص واحد على أربعة هاي يعني نقص الربعة إذن F لسفر تسوي نقص الربعة F لناقص واحد على اثناني F لناقص النصف أي تسوي ثلاثة في ناقص النصف خس ثلاثة ناقص اثناني في ناقص النصف وناقص واحد على أربعة أنجونا حسبو يعني تولينا اثنان هنا اثناني على ندار ثلاثة اثناني تولينا واحد وثلاثة على اثناني وثلاثة يعني تولينا ثلاثة في ناقص واحد على ثمانية يعني تولينا ناقص ثلاثة على ثمانية والناقص هنا في ناقص زائد واحد ناقص واحد على أربعة يعني تولي كمناك إذن تولينا ناقص ثلاثة زائد ثمانية ناقص اثناني على ثمانية يعني تولينا ثلاثة على ثمانية ثلاثة على ثمانية صح وشقنا افل ناقص واحد افل ناقص الواحد يساوي ثلاثة في ناقص الواحد مكعب ناقص الاثناني في ناقص الواحد ناقص واحد على أربعة يعني هنا تولينا ناقص ثلاثة زائد الاثناني ناقص واحد على أربعة إذن واحد المقامات تطعينا ناقص خمسة على الأربعة هاي صح ثانيا نستنتج أن المعادلة افل افل تقبل على الأقل ثلاث حلول في المجال ناقص واحد وحد صح ثانيا عندنا اف كثير حدود اف كثير حدود إذن هي معرفة ومستمرة على مجال تعريفها إذن معرفة ومستمرة على ار ومجال تعريف تح صح إذن مدام ارأي مستمرة لحظ عندنا ناقص واحد لحظ أطونا ناقص واحد من ناقص واحد ناقص النسب للصفر للوحد ناقص واحد ناقص النسب للصفر للوحد صح إذن هنا عندنا المجالات من ناقص واحد من ناقص نسب من ناقص نسب للصفر ومن الصفر للوحد عندنا ثلث مجالات إذن وهي مستمرة على كل من المجالات على مستمرة لأن المجالات هذا محتوي في ار تمو إلى ار عندنا من ناقص واحد من ناقص النسب ها و من ناقص النسب للصفر و من ناقص واحد عفوا من الصفر إلى الوحد عندنا ممثل مجال صح نبدأ المجال الأول في أي على المجال من ناقص واحد ناقص نصف يعني عندنا ف لنقص يعني ف لأ في ف لب نصبها أقل من صفر صح ف لنقص واحد في ف لنقص النسب تشاوي ها أمامك ف لنقص واحد صبنا نقص خمسة على ربعة و ف لنقص واحد نقص نقص النسب ثلاثة على ثمانية صح إذن نقص خمسة على أربعة في ثلاثة على ثمانية إذن نصيبه نقص 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 خمستاش على ثنين وثلاثين أي هي أقل من الصفر ومنه F لنقص واحد في F لنقص النصف يعني وشفنا في الدرس أقل من السفر إذن هنا حسب نظرية القيم المتوسطة المعادلة F لنقص السفر تقبل حل في هذا المجال إذن حسب نظرية القيم المتوسطة المعادلة أنه في النصف قال لك هاي استنتج أن المعادلة Fx تشوي السفر صح المعادلة Fx تشوي السفر لأنه ضربنا F F F F F B صبنا أقل من السفر إذن تقبل حل في المجال الأول اللي هو ناقص واحد عفوا ناقص واحد ونقص النسب هذه واحدة صح عدنا على المجال الثاني على المجال اللي هو من ناقص النسب حتى للسفر معناه نحسب F لنقص نصف مضربة في F لسفر تشوي F لنقص نصف ثلاثة على ثمانية وF لسفر ناقص واحد على ربعة عفوا إذن ناقص F لنقص نصف ثلاثة على ثمانية في ناقص واحد على ربعة صح ناقص واحد على ربعة إذن مستطيني تطيني إه ثلاثة ناقص ثلاثة على ثلاثين إذن نصبنا أقل من صفر ومنه F لنقص النصف في F لصفر أقل من صفر إذن مدام أقل من صفر إذن حسب نظرية القيم المتوسطة المعادلة F لإكس تساوي الصفر تقبل حل في المجال ناقص النصف وصفر قلنا مجال وحد أقل هو على المجال على المجال من الصفر إلى الوحد إذن عندي F لصفر في F لوحد F لصفر صبنا ننشى نقص واحد على أربعة وF لواحد ثلاثة على أربعة يعني نقص واحد على أربعة في ثلاثة على أربعة أي تساوي نقص ثلاثة على ستاش صح يعني أقل من صفر وبين هم F لصفر في أفلي واحد أقل من الصفر إذن مدمره أقل من الصفر حسب نظرية القيم المتوسطة المعادلة عفون أفلي تساوي السفر تقبل حل في المجال المجال لو صفر و واحد يعني هنا لاحظ أن هذه المجالات واشقلنا في السؤال استنتج أنها تقبل على الأقل ثلاث حرول في المجال نقص واحد الواحد يعني لاحظ أن المجال هذا هذا كامل ندرنا は رغم من نقص واحد حتى الوين حتى الواحد صح إذن هنا المجال لاحظ من نقص واحد نقص نصف من نقص النصف 0 في 1 يعني يعني enorme المجال نقص إذن شفنا كائين ثلاث حرول إذن ما شنقوله حسب مبرهنط القيم متوسطة فإن المعادلة F ل X تساوي السفر تقبل على الأقل على الأقل ثلاث حرول ثلاث حرول على المجال على المجال ناقص واحد والواحد نجيب المنحة نرسمه في الغرافور ونجيو نتحقه إذا كان صح ولا لا لكم صح ما شعندنا؟ عندنا F معادلة F ل X تساوي السفر صح وين رأي المعادلة F ل X تساوي السفر هي هذه هاي ورأي هو محور ماذا؟ الفواصل ها محور الفواصل هو F ل X تساوي السفر يعني وين يتقاطع مع محور الفواصل قلنا حسب مباراة قيم متوسطة فإن المعادلة تقبل F ل X تساوي السفر تقبل على الأقل ثلاث حلول على المجال ورسمت يعني رسمت الدالة يعني بس ترسمت الدالة في الغرافور لاحظ أن الدالة هي ثلاثة X مكعب ناقص 2X ناقص الربع لاحظ كيف أدخلها في الغرافور تدير ثلاثة دائما نجمة ومبعد X ومبعد هذا تعال 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 S تدير Alt وتدير تسعة أو جاي تحت التسعة وتدير X وتدير الثلاثة ها هذه كامل ثلاثة X مكعب صح بعد أن تتشاهد لنقص وإن اثنان نجمة X بعد الناقص وواحد ستشاهد كما رأي هنا مكتوب صح يمكن تترسم لك هذا لاحظ في الغرافور علاق يتم تقاطئ واحدة اثنان ثلاثة إذن رأنا نتحققنا أنه في المجال من ناقص واحد هاو نديره هنا يعني من ناقص واحد حتى الواحد في المجال هذا نلاحظ أن المعادلة أفليكس تسوي السفر تقبل ثلاثة حول أعزائي طلباء إلا أنا أبقاكم بإذن الله في فيديو آخر أترككم في رعاية الله وحفظكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته